بسم الله الرحمن الرحيم نية عظيمة جدا إذا استحضرها المؤمن كل يوم في الصباح غفر له مكترم وهو الإمام الحافظ السيوتي من حديث أنس بن مالك بسالة حسن قال عليه الصلاة والسلام من أصبح وهو لا يهم بظلم أحد غفر له مكترم وكلمة تكترم جاء من جريمة يعني تغفر له الكبائر يعني غفر له ما فعل من جرائم هل تعرفين الجريمة يعني أو بمعنى الجريمة بتقلع الشق المقيت أو الشق فمجرد أنك تستحضر النية دي كل يوم الصبح عشان كده رسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابي سألوا وقال له قال له أعمل إيه قال له أعمل إيه فكنت من يقول له افرض ما قدرت الشر رسول الله قال له في الآخر إيه قال له كف عن الشر فإن لك بيكفك عن الشر صدق مجرد أنك أنت تنوي أن أنت كف عن الشر صدق فلو كل واحد مننا عندما يقوم الصبح وهو يقول أسكار الصباح يقول لرب أنا حتى حديث نفسي ليس لازم يتكلم بالسانة قال له أنه النهاردة أنه ما أصلمش حد يا رب ليس حظلم حد يا رب يعني المجرد النية دي أو استحضار النية دي فتكفر للسيئات وكفر للكبائر فقال لتنا استحضر النية دي كل يوم لأن رسول صلى الله عليه قال من أصبح وهو لا يهم أن لا يظلم أحدا غفر له ما اكترم فأنا أكتب لكم الحديث انسقوا هذا الكلام وتشوفوا أقولوا قولي هذا استخد الله لكم